مرحبا مواليد برج الشدي كيف ديكون الأسبوع الأخير من سنة 2023 طبعا الشمس موجودة ببرجكم بهذا الأسبوع هذه مسألة ممتازة إيجابية جدا حلوة جدا وطبعا في عنا تأثيرات حلوة رح بتكون معكم بآخر ساعات يوم الأحد يعني فترة عبور من سنة لسنة مفروض تكون ممتازة في عنا اكتمال للأمر منتصف ليلة 3 و 4 هذه مسألة إيجابية جدا مع أنه في عنا معاكسة لألكل لكن خلوا نسمع الأحوال الفلكية ونشوف كيف بدل يكون هذا الأسبوع ويلي بعد ما سمع توقعات برج الجدي 2024 صارت عندي على اليوتيوب الثانين والثالاتة الثانين خمسة عشرين تالاتة ستة وعشرين ديسمبر الأمر موجود ببرج الجوزة حتى الساعة خمسة وربع بعد ظهر توقيت بيروت فترة جيدة وحلوة لما الأمر بيكون برش الجوزة لأنه بيكون في عجقة وخفقة والشمس ببرج كون هايدي معناتها أنه في عجقة حلوة لألكون وفي نوع من اندفاع كتير قوي نشاط كتير قوي ولأنه الشمس ببرج كون معناتها كل شي بيكون بداية حلوة جيدة وممتازة نصموا وقت كون خلال هالفترة ليش؟ لأنه لما بيروح الأمر لبرش السرطان وبيبقى الأربع والخميس مع فلمون مكتمل احتمال أنه تكتر عليكم الانشغالات وبالتالي مشان هيك تعبقول أحسن أنه تخلصوا شغلكون تنين والتالتة بجميع الأحوال الأمر برش السرطان ما رح يأثر عليكم سلبا هالقد لأنه شمس معكن ببرشكن أنتم أقوية وهذا القمر الفلمون ببرش السرطان قد يحمل لقاء أو قد يحمل ظرف لحتى يمكن تحسنوا العلاقة، تضبطوا العلاقة، توصلوا إلى مفاوضات وتسويات أو تخلصوا مسألة معينة الجمعة سبت والأحد الأمر موجود ببرش الأسد يلي هو البيت الثامن بالنسبة لألكون يعني في شوية عجقة عجقة اللي كان مرتبة معجوقين بعطلة الأسبوع انتبهوا على غراطكن خلوا إيديكن عارفين غراطكن وين على الجزدين دايما البطاقات الإتمان يمكن أوراق ثبوتية ليش؟ لأنه الأمر ببرش الأسد يعني أو معني بكل شيء اللي علاقة بأوراق معاملات إن كانت معاملات مصرفية، معاملات من غير أي شيء آخر ومطلوب الدقة لكن برش عبكرر لا يوجد سلبيات الأحد الساعة الثنين بعض الظهر توقيت بيروت الشتوي بيروح الأمر لبرش العذراء لحتى يشكل مثلث مع برش كون وفي عنا مثلثين من المشتري ومن أورانيوس من برش الثور هيدا معنيتا في عنا تأثيرات رائعة تجعل موليد برش الجدي من أقوى الأبراج يلي عم يتابعني القارة الأمريكية من الصبح نهارهم ممتاز العبور إلى السنة الجديدة ممتاز ليلة رأس السنة عم نحكي كله فلكياً كمانا ممتاز لذلك برش عبقلكون ما تعتلوهم لكن ما معنيتا أنه نعمل مشاكل خلال الأسبوع بالعكس تماماً يمكن أنتوا يلي مطلوب منكم بمجتمعكم بمحيطكم تكونوا المحرك الدافع لكل شيء الموتار لكل شيء عم بيصير لأنه حاسكن كتير حلو فقط انتبهوا من بعض المزاجية تحت تأثير الأمر من برش السرطان كلكن محظوظين بشكل خاص 27-28 ديسمبر 19-11 كانون الثاني يناير بدي أتمنى لكم هابي نيو يير وطبعاً ماري كريسماس إلى اللقاء باي باي